السلام عليكم اخوتي و اخواتي و مرحبا بكم في وصفات رشيد العماري اليوم هي البنات سنعملون دانب منزلي للشرب يكون سهل تحضيره يكون رائع في الماداق و هالقوام دياله من بعد ما يكون عاقد كتحصلوا عليه على تشكل هذا من بعد كتخلطوه و كتعملو في قرعي ديال الزج و كتحصلو عليه يعني كيكون عاصر منعيش و بارد و يمكن لكم اضافات لكم الاختيار يمكن لكم اضافوا لي الفواكيه او للي بغيتو و ان شاء الله يربي تجربوه اعجبكم هذا هو القوام دياله من بعد ما يكون حضرناه كان حصلو عليه على تشكلتك يجي عاقد و اوزوين و ان شاء الله نخليكم تكتشفو الطريقة و المقادير لا تنسوش تدعمو اللايك و مرحبا بكم و كان شكر كل واحد يعني كين معايا في القناة و كان رحب الناس اللي تحقوا بالقناة جداد و ان شاء الله يكون عاجبكم هذا الشي اللي كان قدم لكم بالنسبة للمقادير نحتاجوا 800 ميلي ديال الحاليب كامل الدسم و كتعملوا معاها السكر كيبقى على حسب الدوق ديالكم بعد كان عملو فوق النار حتى يوصل درجة الغليان نحتاجوا الكأس ديال الحاليب مجفف علبة ديال ضانون بنكهة الفانيلا و كانحتاجوا ال 500 ميلي ديال الماء الماء العادي والفانيلا او لأي حاجة تبغيوها هنا ناخد 500 ميلي ديال الماء نضيف لها كأس ديال الحاليب مجفف او لحاليب نيدو او اي نوعية ديال الحاليب من بعد كان نخلطو جيدا و كان نضيف ديال علبة ديال ضانون بنكهة الفانيلا و يمكن لكم ضيفو الفانيلا لكم الاختيار في حال هاكو يا نخلط هاد مكونات جيدا حتى ينساجموا و من بعد من اغلاليها هاداك الحاليب مع السكر و السكر كيبقى دائما كيما كان نقول على حساب الدوق و على حساب اللي كتبغيو من بعد كان نخلط هاد مكونات جيدا و غد نضيف لي هم هاداك الحاليب المغلة مع السكر كان نضيفه بالتدريج و نخلط حتى كان نكمل و كان نحييل بعد الناس من الدول العربية اللي كي نمعي هنا في القناة و يقولوا لي باش نهضر بلغة العربية الفصحة كان حاول نبسط باش هكوك باش تفهموا اللغة و انها ماشي لغة صعيبة رخصكم تبدلوا شويد المجهود لان كل شيء واضح و كل شيء يباين و ان شاء الله يربي لما فهمتوا شي حاجة خليوها ليفتع عليك و ان شاء الله نعمل مجهود و نزيد القدام المهم كتخلطه مزيان و بعد كتاخدوا واحد البلاستيك غدائي كتغطيو هاد الخالط هادا و كتخليوه كيبت ليلة كاملة يعني كيخمر صراحة ابنت باش من كتبش انا كان عندي الفران كنت كان طيب الخبز و كان عندي الفران سخون و بعد اخذت هاد اليناء و عملتوا في الفرن و من بعد دست واحد المدة و هانتوا ما يعقد و يمكن لكم تخليوه الليلة كاملة حتى الاصباح و كتلقاوه يعاقد و كتحصلوا علي شكل هذا و تغطيوه المهم او لا تعملوا حتى تحت ماء يكون سخون في شي تنجرة و تعملوا هاد اليناء فوق منه و تغطيوه من بعد كيعقاد هانتوا من بعد كتخلطوه بالفوي باش نحصل عليه يعني عاصر و من بعد يمكن لكم تضيفوا له اضافات لا بغيتوا تعملوا الفراولا او لشي حاجة تطحنوها معه فواكيه او اللي بغيتوه وهذا هو القوام ديالنا اللي كيجيمون نعيش و كيجيل ديد و يعني مبرد العطاش و بالاخص اللي كان بارد و هكو تعملوه في قرعي ديال الزجاج و كتعملوه في طلاجة و كتقدموه لوليداتكم و للعائلتكم و سارحة يجي غزال 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 لالبنات و سبق لي و حضرت بزاف ديال الاشكال لها الدانب و هذا هو القوام دياله و ان شاء الله يربي تجربوه و يعجبكم و لا تنسوش الدعموه الليك و مرحبا بكم و كنشكر جعل اصدقاء لي معايا هنا في القناة و كنرحب بالاخوة اللي تحقوا بالقناة جداد و مرحبا بيهم و ان شاء الله نكون عند حسن الضن ديالكم شكرا على المشاهدة كانت معكم وصفات رشيد العماري و الى فيديو قادم بحول الله مع وصفات سهلة و مبسطة يلا بسلام عليكم